هناك عوامل وراثية هذه طبعا صعبة التحكم فيها يعني لأنه طبعا هي مسألة جينية وحسب الوراثة لكن احنا ممكن نتكلم عن العوامل الممكن التحكم فيها اللي هي العادات الشربة السوائل والعادات الغذائية الماء يعني شرب الماء يعتبر من أهم العوامل ويتختلف كمية شرب الماء حسب عمر الطفل أو وزنه قد تصل كمية من اللتر في اليوم إلى لترين أو لترين ونص يوميا ننصح أيضا بتجنب أو تقليل الموالح حسب نصيحة المنظمات الصحية توصي أن استلاك الملح يكون أقل من 2.3 جرام في اليوم 2.3 جرام في اليوم أيضا تجنب الأكلات التي تحتوي على حمض اليوريك أسد حمض اليوريك كله حمل حمراء يعني تقليلها قدر الإمكان كل الأحم البقري والأحم الغنم والضان والأحم العجل أيضا ممكن شرب بعض العصيرات المفيدة مثل عصير الليمون والحمضيات كل الليمون والبرتقال لاحتوى على مادة اسمها السيتريت اللي هي بتقيك من حصو الكلة إن شاء الله جميلة جميلة